حاولت في الحقيقة أن أقنع نفسي بما تطرح الحكومة من ملاحظات تتعذر فيه على عدم حلها للمشكلة الرياضية لكن ما رأيته هو مجرد تباكي على الرياضة والرياضيين ذكرنا بقول الشاعر ذكرنا بقول الشاعر الذي يقول فيه تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس إذا كانت الحكومة تعهدت في 2012 باسم صاحب السمو بإصلاح الخلل الرياضي ومرت هذه الأربع سنوات كيف أصدق الحكومة في تعهد جديد تطلب فيه ستة أشهر إذا خلال الأربع سنوات لم تستطيع حل المشكلة كيف نصدقها في حلها في هذه الفترة الوزيزة ثم الملاحظات على الحكومة بأنها تتعذر في التجاوزات على المال العام ما هي القرارات الحكومية التي عالجت هذا الخلل وهذا التجاوز هل أحالت أحد للنيابة هل حاسبت لماذا لم تذكر الحكومة هذه التجاوزات التي دفعتها لهذا العمل كذلك اليوم نجد أن الحكومة ترفض القوانين ترفض القانون المقدم بينما كان عندها الفرصة خلال هذه المدة الطويلة أن تقدم مشاريع قوانين وكان لديها مجالس تملك فيها أغلبية لماذا لم تطرح هذه القوانين ثم هذه المدة تؤكد لنا عجز الحكومة أنها إذا خلال الفترة هذه لم تستطع صياغة قانون كيف في شهرين أو ستة أشهر تريد أن تصيق قانون أنا أخشى أن الحكومة فقط تعمل على عامل الوقت فقط والتسويف وأرجو أن لا يكون ذلك نحن لا نريد أن نشكك في نوايا أخواننا في الحكومة لكن هذا العمل غير مقبول وغير منطقي ولا يمكن التسليم فيه يعني إذا أنت تتحدث عن حلول تريد أعظام الجلس الأمة يطرحوا لك حلول الآن والحكومة تملك الإمكانات وتملك القدرات الفائقة حكومة دولة الكويت لم تستطع أن تذهب إذا هي الآن تعترف بأن هناك أشخاص أقوى من الدولة أوقفوا الرياضة والدولة عاجزة هذا لسان الحال الذي نسمعه الآن الدولة عاجزة أن تحرك ساكن وتطرح اللوم على هؤلاء الأشخاص الذين لديهم نفوذ هذا خلل كبير في الدولة وفي الأخوة التي في الحكومة من 2012 حتى الآن موجودين في الحكومة يفترض أنهم قاموا في الواجب وقاموا فيما يرفع الحضر عن الكويت عن الرياضة في الكويت أما أننا يعني نحاول أن نبرر هذا العجز وهذا الفشل هذه يا إخوة نحن لا نريد أن نجامل أحد وهذه نصيحة للإخوة هذا يسمى عجز أنتم تملكون المستشارين تملكون القانونيين تملكون حتى دول معكم أعضاء في المنظمة الدولية تملكون ما ليملكه الطرف الآخر ثم أنتم لماذا تقدمون التعهد في 2012 باسم صاحب السمو إذا لم تستطيعون الوفاء وكذلك تعلمون نهاية هذا التاريخ ولم تحركوا ساكن يعني أمور صراحة فيها الغاز وفيها حلقات مفقودة ولا نعرف كيف نحلل يعني هذا العجز وهذا التقاعس وهذا الفشل شكرا لأخي الرئيس